استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين والوفد المرافقة له حيث أوضح الرئيس السيسي ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة كما استقبل الرئيس السيسي رئيس شركة داسو الفرنسية إرييك ترابيه وأكد الرئيس السيسي ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين والوفد المرافقة له وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن وزير خارجية الولايات المتحدة نقل للسيد الرئيس تحية الرئيس جو بايدن مؤكدا استمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على تطورات الجهود المكثفة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع وقد أوضح السيد الرئيس ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة مؤكدا أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على هذا الصعيد كما أكد السيد الرئيس ضرورة تنفيذ القرارات الدولية والأممية المعنية بالأزمة واتخاذ خطوات جادة تجاه تسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية بما يضمن استقرارا مستداما في المنطقة ومن جانبه أكد الوزير الأمريكي وحرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر للتوصل إلى تهدئة وحماية المنطقة من التساع نطاق الصراع مشيدا بالجهد المصري المقدر الدعم للأمن والاستقرار في المنطقة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد إيريك ترابي رئيس شركة داسو الفرنسية والوفدة المرافقة له بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرية حيث جرى تناول أطر التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع الحربي والدعم الفني وبناء القدرات وقد أكد السيد الرئيس ترحيب مصر باستمرار التعاون مع الشركة الفرنسية في ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال الصناعات العسكرية ذات النظم التكنولوجية المتطورة